أعلن المركز الأعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية عن تبني مؤسسة صنع الخير أحد كيانات التحالف الوطني الطالبة ندا عبد الباقي ابنة محافظة بورس عيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بزويل الفيومة صاحبة ابتكار ثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى استكمال دراسة العليا وصولا لدرجة الدكتوراه وأوضح المركز الأعلامي في بيانها أن رعاية الطالبتين تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار وذلك في إطار مبادرة تكافؤ التي أطلقتها مؤسسة صنع الخير للتنمية لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصرفات الدراسية لهم ترجمة نانسي قنقر